مرة كمان هنروح لمدينة العالمين الجديدة وبنتابع كده الفعاليات اللي بتنتهي النهاردة بنفس القوة لمهرجان العالمين في نسخته التانية واللي بدأ يوم 10 يوليو والنهاية النهاردة والقوة اللي بدأ بيها المهرجان والتنظيم المحكم واللي برضو هيختتم بيه فعالياته محمود جميل هنروح له دلوقتي في مدينة العالمين بصبح عليك يا محمود صباح الخير عليك يا هبة صباح الخير عليك يا محمد بصبح على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان بصبح عليكم من أجواء مدينة العالمين الجديدة السحرة اللي يعني خلاص بدأ العد الترازل ان احنا طبعا نودع المدينة والنسخة التانية من المهرجان ويمكن زي ما كنت بتتكلم يا هبة البداية كانت قوية والختام ان شاء الله النهاردة هيكون أقوى بعدد كبير من الفعاليات اللي هتكون موجودة لكن خليني أبدأ معاكم كده باليوم الجميل اللي عشناه امبارح مع نصور القوات الجوية المصرية اللي الحقيقة قدموا لنا عروض استعراضية في سماء مدينة العالمين الجديدة مبهرة جدا امبارح فريق الألعاب الجوي المصري النصور الفضية الحقيقة قدموا لوحة فنية جميلة جدا في سماء مدينة العالمين الجديدة والحقيقة كان في حضور عدد كبير جدا من زوار ورواد مدينة العالمين الجديدة في منطقة النورث سكوير وامبارح كده كان في بعض الاستعراضات الجميلة بطرازات مختلفة من الطائرات اللي كانت في موجودة في سماء مدينة العالمين والحقيقة العرض المبهر اللي كان موجود امبارح كل الناس اتبسطت به وكل الناس كانت مبسوطة وفخورة وبتعتز بأبطالنا في القوات الجوية بكل الاستعراضات الجميلة اللي كانت موجودة امبارح وده طبعا تمهيدا لانطلاق معرض مصر الدولي للطيران والفضاء اللي هيكون موجود من يوم 3 ليوم 5 سبتمبر في مطار العالمين الدولي والحقيقة الحدث ده هيكون حدث يعني فريد من نوعه لانه الاول مرة يكون موجود في افريقيا والشرق الاوسط وهو طبعا برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي هيكون مشارك في اكتر من 100 دولة واكتر من 300 شركة متخصصة في صناعات الطيران فالحقيقة مبارح كان يوم جميل جدا بالعروض الجوية اللي موجودة اللي هتستكمل في افتتاح المعرض يوم 3 سبتمبر ان شاء الله لكن خلينا اقولكوا بقى ان الفعاليات كمان كانت مستمرة ببعض الفقرات والعروض الفنون الشعبية اللي كانت موجودة في المنطقة الترفهية وهتستكمل كمان النهاردة احنا النهاردة عمدنا ختام مميز جدا اولا حفلة ويجز طبعا اللي بيتم الاستعداد لها على قدم وصاق في منطقة اليو أرينا لانه متوقع جدا حضور عدد كبير من جمهور ويجز وكمان في عدد كبير جدا من مختلف الاعمار في انتظار طبعا حفل ويجز ويمكن ويجز كان عبر عن هو طبعا منتظر حفلة العالمين طبعا بكل تشوق وبانتظار كل محبينه وجمهوره في الحفلة اللي متوقع لها حضور عدد كبير جدا النهاردة فاليو أرينا بتتم وبتستعد من خلال الساوند سيستم الستيج الإضاءة الأماكن اللي موجودة البارك بوابات الدخول والخروج على تم الاستعداد النهاردة لاستقبال اكبر عدد من جمهور ويجز الفعليات التانية هتكون موجودة في المنطقة الترفهية هيكون عندنا النهاردة بعض المباريات الخاصة بكرة السلة وبطولة كرة السلة التابعة للاتحاد المصري لكرة السلة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الاعمالية هيكون كمان عندنا بالليل فقرات فنون شعبية وهيكون عندنا حفل فني صغير كده في المنطقة الترفهية بخلاف طبعا حفل الفنان ويجز في منطقة اليو أرينا فالنهاردة هيكون عندنا عدد كبير من الفعاليات طليق بجمهور ورواد مهرجان العالمين الجديدة في ختام أقوى نسخة موجودة للمهرجان وهي النسخة التانية خلينا أقول لكم كمان أن من بداية النسخة التانية لمهرجان العالمين الجديدة وشفنا قد تنوع الأماكن وتنوع الفعاليات والمجهود الكبير الحقيقة اللي قدمته الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية في النسخة التانية الحقيقة الشركة المتحدة راعت بعض التفاصيل والمعايير المهمة في النسخة التانية كان أهمها يعني مستين مهمين جدا في النسخة التانية الميزة الأولى هو التنوع الكبير اللي موجود في الفعاليات شفنا الفعاليات الرياضية وعدد كبير منها اللي موجود في المنطقة الترفهية سواء باستضافة أساطير كرة القدم وعدد الجمهور اللي كان موجود سواء بتنظيم بطولات رياضية مختلفة واحد ضد واحد الحريف السريع أو حريفة المدارس أو دور الجامعات كله ده كان موجود فيه كرة القدم طبعا البادل والفوليبول والبسكتبول والبطولات اللي شهدتها الملاعب اللي موجودة في المنطقة الترفهية كانت متنوعة جدا الحفلات نفس الفكرة الحفلات احنا شفنا كل الأزواء اللي موجودة اللي قدرت الشركة المتحدة أن هي تراضي كل الأزواء وكل الأعمار وكل الفئات شفنا حفلات قزم الساهر، تامر حسني، عمري دياب، هنشوف وجز النهاردة، كايرو كي الحقيقة كل الأعمار كانت موجودة في كل الحفلات لأنها كانت تناسب كل الأزواء المختلفة كان فيه اهتمام كبير جدا بالأطفال ويمكن دي كمان الميزة المهمة في النسخة التانية من المهرجان مهرجان نبتة اللي قدم عدد كبير من الأنشطة والورش للأطفال بعض الأنشطة الترفهية اللي كانت موجودة في المنطقة الترفهية والكيدز إيريا اللي كانت موجودة طبعا للأطفال فالحقيقة الأسر والعائلات قدروا أنه هم يستمتعوا طوال فترة المهرجان هم وأطفالهم من خلال الأنشطة اللي موجودة للأطفال كنا بنتابع طبعا وشفنا التعاون الكبير اللي ما بين الشركة المتحدة والمؤسسات والوزارات واللي كانوا موجودين على مدار المهرجان وكان فيه تعاون كبير جدا وقتاحت الشركة المتحدة الفرصة لكل الفئات أنها تحضر مهرجان العالمين الجديدة من خلال توفير وسائل المواصلات سواء داخل مدينة العالمين أو القائرة أو حتى وجود شواطئ لدخولها بالمجان فالحقيقة النسخة التانية كانت نسخة قوية جدا وإن شاء الله هنتابع معاكم النهاردة الفعاليات وردود فعل الناس في حفلة وجز وإن شاء الله ننتظر بقى النسخة التالتة وتكون نسخة قوية جدا والحقيقة كنا مبسطين أن احنا كنا موجودين معاكم طوال فترة المهرجان ونتمنى أن احنا نقدرنا نوصل للسادة المشاهدين رسالة مهرجان العالمين الجديدة والصورة الكاملة داخل واحدة من أهم المدن السياحية الكبيرة جدا والتسليط الدوء على كل المناظر الجميلة اللي موجودة في مدينة العالمين والتطور السياحي والعمراني اللي كان موجود واللي زال موجود وبيتم تطويره كمان في المدينة فإن شاء الله في النسخة التالتة نشوف تطور عمراني وسياحي كبير جدا وانطلاق قوية لمهرجان العالمين الجديدة في النسخة التالتة كنت مقصود أننا كنت موجود معاكم طوال فترة المهرجان بشكرك على الملخص الشامل كده اللي انت عملتهن المهرجان العالمين ونقلتنا البهجة اللي كانت موجودة على مدار الأيام الماضية في المهرجان في نسخته التانية وصحيح احنا كنا معاكم أول بأول سواء في الفعاليات الصباحية أو في الجداول اللي هتتم في المساء أنا بشكرك محمود جميل من مدينة العالمين وان شاء الله النسخة التالتة تكون أحسن وأحسن بيكو وبالتنظيم الخاص جدا للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اشتركوا في القناة